هذا وتواصل الهيئة العليا للمفاوضات بالمعارضة السورية اجتماعاتها في العاصمة سعودية الرياض لانتخاذ قرار بشأن مشاركة بمحادثات جنيف وقال المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب إن الجدل الدائرة حول الدعوات والشخصيات المشاركة في محادثات جنيف يأتي في سياق محاولات النظام وحلفائه عرقلة العملية السياسية وتطالب المعارضة بإجراءات لبناء الثقة مثل إنهاء حصار المدن والبلدات والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والتوقف عن استخدام الأسلحة الثقيلة كالبراميل المتفجرة والصواريخ وإطلاق صراح المعتقلين خاصة النساء والأطفال